أفرجت السلطات الإريترية عن عشرة صيادين يمنيين وكانت احتجزتهم لما يقارب شهرين في سجونها ومصادرة ممتلكاتهم وهم يمارسون نشاط الصيد في المياه البحرية اليمنية وأوضحت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر أن الصيادين وصلوا إلى ميناء الاصطياد بالحديدة تظهر على أجسادهم آثار ضرب وتعذيب من قبل السلطات الإريترية بعد أن تم الاعتداء عليهم واحتجازهم داعيا للأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي التحركة العاجلة والمسؤول لإيقاف تلك التجاوزات بحق الصيادين العزل